من حما تحديدا من جبل شحشبو ينظم إلينا جميل الحسن مراسل أوريينت نيوز أهلا بك جميل إذن هناك استنزاف متواصل من قبل الفصائل لميليشيات أسادة طائفية على الجبهات وهناك قصف أيضا على مناطق متفرقة في المحافظة إليك جميل نعم وسام بالفعل العمليات العسكرية من قبل الفصائل المقاتلة سواء كانت على صعيد الصد أو العمليات النوعية أو العمليات العسكرية الواسعة مستمرة من قبلها منذ قليل كان هناك استهداف أيضا لغرفة عمليات جديدة ثالثة في كورناز الواقع شمال غرب حما وأيضا في بريديج بصواريخ بعيدة المدى من قبل الفصائل المقاتلة تركزت على هذا الاجتماع وعلى غرفة العمليات ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة حتى اللحظة لا نعلم حجم الخسائر في هذه المنطقة الجدير بالذكر أنه سبقها يوم أمس استهداف أيضا غرفة عمليات مشتركة ما بين قوات الاحتلال الروسي وما بين ميليشيا أسد الطائفية والفيلق الخامس طبعا هي عناصر المصالحات وبعض اللجان التي انضمت إلى هذا الفيلق تم استهدافها أيضا في الجابيرية وتحقيق إصابات مباشرة فيها سبقها قبل بساعة من هذا الاستهداف أيضا استهداف غرفة عمليات في بريديج بشكل مباشر وتحقيق أيضا إصابات مباشرة فيها خسائر في صفوف ميليشيا أسد الطائفية كبيرة جاءت هذه الاستهدافات طبعا بعد قيام الفصائل المقاتلة بصد محاولة تقدم لميليشيا أسد الطائفية والقيام بعملية نوعية على محور الحماميات ومحور قريط عطشان شمال حمام طبعا في محور الحماميات تمكنت الفصائل المقاتلة من تدمير دبابة وعربة بي ام بي وتدمير أربعة دشن بشكل كامل وإحرق دشمتين منهما بداخلها أسرحة وعتاد ومقتل خمسة عناصر تابعين لميليشيا أسد الطائفية أيضا تدمير سيارتين عسكريتين واحدة منها مصفحة والأخرى تقل عناصر لميليشيا أسد الطائفية على محور الحويز غرب حمام ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل وجرح العناصر بداخلها نطيف عليها استهداف بعيد المدام قبل الفصائل المقاتلة في الخطوط الخلفية للتعزيزات التي تستخدمها ميليشيا أسد الطائفية ما أدى إلى إصابة مجموعة بشكل مباشر لا نعلم أعداد قتلهم ولكن المعلوم بشكل مباشر أنه تحقيق إصابة في هذه المجموعة بينهم قتلة وبينهم إصابات ميليشيا أسد الطائفية وقوات الاحتلال الروسي مدعومة بطيران بشكل كثيف جدا وخاصة من قبل طيران الاحتلال الروسي الذي يقوم بالتنفيذ غارات فراغية وارتجاجية وشديدة الانفجار على محاور الجبين وتلملح وتستراتس قيلبية محردة الذي ما زالت الفصائل المقاتلة حتى هذه اللحظة هي تسيطر عليه بشكل كامل وأيضا طيران سيخوي 22 و24 والميك 21 و23 وطائرات المروحية اليوم كانت تنفيذ الحمولة بأكملها أيضا ثمانية صواريخ دفعة واحدة تقوم بالتنفيذ على مناطق ريف حماء الشمالي كفر زيتا اللطامنة محيط لطمين حصرايا وأيضا الجبين وتلملح لم تسلم من هذا الاستهداف إصابات في صفوف المدنيين وأيضا قضى مدني متأثرا بجراحه نتيجة استهدافه يوم أمس بغارة للطيران الحربية في مدينة كفر زيتا وأيضا كان هناك شهداء من أبناء ريف حماء قضوا في محافظة أدلب نتيجة استهدافها أيضا بالغارات الجوية العنيفة نعم شكرا جزيلا لك جميل حسن مراسل أوريان تنيوز على كل هذه التفاصيل والأخبار كنت معنا مباشرة من حماء تحديدا من جبل شحشبو ترجمة نانسي قنقر